نائب محترم نسائلكم سيد الوزير المحترم عن خطة تعمل الوزارة فيما يتعلق بتعزيز وتسمين وتأهيل موارد البشرية التابعة للجماعة الترابية والنهوض بتدبير الشعر المحلي في علاقته بتكريس البعد التنموبي لدينا شكرا سيد نائب محترم سؤال ثالث عن فريق الأسر والمعاثرة تفضل سيد نائب محترم شكرا سيد رئيس السلام عليكم سيد الوزير نسائلكم عن التدابير والإجراءات الجديدة التي ستتعملون على إخراجها إلى حيث الوجود حول الخصاص الحد في الموارد البشرية في الجماعة الترابية وكذا النظام الأساسي الخاص بمغضفه الجماعة الترابية شكرا السؤال الرابع هو آني دائما لسيدة وستد نواب الأفاضل من فريق التقدم والاشتراكية لكم كلمة سيد نائب محترم شكرا سيد رئيس سيد الوزير نسائلكم حول التدابير وتأهيل وتحفيز الموارد البشرية في الجماعة المحلية شكرا سيد نائب محترم تفضلو سيد الوزير لكم كلمة إن وزارة الداخلية تولي أهمية كبيرة لمسألة تنمية تفاءات الموارد البشرية العاملة في الجماعة الترابية من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير الطموحة من أجل إرساء منظومة حديثة للتدوير الجيد لمواردها البشرية قصد تجاوز أوجه العجوى النقص التي تحد من فعاليتها باعتبرها اللبنة الأساسية اللازمة لتحقيق المطلوبة ومراكبة تنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا السياق أود أن أذكر لكم أن الجماعة الترابية عرفت أكبر عملية التوظيف خلال سنتي 1991 وأن العديد من من شمالتهم هذه العملية سيحالون على التقاعد خلال سنوات قليلة المقبلة ولهذا اتخذت هذه الوزارة مجموعة من الإجراءات المهمة كإحداث مصلحة مطصد الحركية والمصار المهاني بمدير العامة الجماعة الترابية التي تطلع أساساً بتتبع تطور أعداد الموظفين وحركاتهم العمل على إرساء حكامة جيدة في تدبير الموارد البشرية العاملة بجماعة الترابية بجميع مستوياتها حيث تم إعداد دراسة من أجل اعتماد منظومة للتدبير التوقع الإعداد والوظائف والكفاءات وقد همت هذه الدراسة 25 جماعة كنموذج أولي موزع على 6 مستويات حسب معايير متعددة عدد السكان إلى آخره ويتم حالياً تعميم خلاصة هذه الدراسة على جميع الجماعات العمل على التوظيف الكيفي الذي يأخذ بعين الاعتبار الحاجية الحقيقية للجماعة الترابية من الموارد البشرية وبهذه المناسبة فإن الجماعة الترابية تعمل بشكل منتظم على فتح مباراة للتوظيف في التخصصات التي تعتبر تحت الضغط من قبيل المهندسين المعماريين والمهندسين والتقنيين في تخصصات الهندسة المعمارية والهندسة المدنية والأشهر العمومية والإعلاميات وترابي النسبة للأطباء في الطب العام والطب الشرعي إضافة إلى الممرضين وتقنية الصحة في مجالات التي تدخل ضمن اختصاصات الجماعة الترابية وتجرر الإشارة أن الأمر لا يتعلق بقلة الموارد البشرية والتي يبلغ عدد حالياً حوالي 90 ألف موظفة وموظف بقدر ما يتطبط بعقلنات خريطة زوزعية حسب حاجيات التعطير الإدارة والتقنية ومن أجل النهوض بالإضافة القانوني للموارد البشرية تم إعداد مسودة مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي لموظف الجماعة الترابية وتدخل السياغة الأولية لمجموعة من مشاريع المراسم التطبيقي الخاصة به والتي تمت سياغته وفق منها اشتشاره كماع العديد من المتدخين حيث تم الاعتماد عند سياغته على مبدأ المماثلة بغرارة الاحتفاظ بنفس الحقوق والواجبات والضمانات على غرار ما هو مطبق بالنسبة لموظفي الدولة ويجري حالياً الإعداد لمشارات مع الفرقاء الاجتماعيين وذلك من أجل المتوافق حول السيغة النهائية للمشروع والنصوص تنظيمي المتابطة به لإخراجه إلى حيث الوجود وفي إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية طبقاً لإحكام القانون رقم 55-12 ومن أجل الرفع من مستوى الخدمات الإكترونية المتافقين قامت الوزارة بإحداث العديد من المنصات الرقمية كرخصة ووثيقة إلى آخره وكذا تعميم مكسب الضبط الرقمي على الجماعة الترابية مما كان من تخفيف العب على المواد البشرية العاملة به وتعمل هذه الوزارة على مواكبة الجماعة الترابية من أجل تأهيل إدارتها وتحديد نمارج الهيات التنظيمية القاصة بكل سنف منها والتي تمثل الأساس للتعيين في المناسب العرية وذلك وفق شروط نظامية محددة على غرار ما هو معمول به على صحيح القطاعات الوزارية وتفعيل لمقتضيات القرار الوزاري رقم 860 متعلق إحدى وتنظيم معاية تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين فيتابع حالياً 800 متدرب تكوينهم بمختلف التخصصات بهذه المعاهد السيد الرئيس المحترم السيدة والسادة المحترم وأخيراً في إطار الحوار الاجتماعي وتطبيقاً لمقتضيات الاتفاع الموقع بتل 25 دجمبر 2019 مع المرتزيات النقابية الممثلة القطاع تم إحداث مؤسسة العمال الاجتماعية لموظف الجماعات الترابية وتبقى هذه الوزارة منفتح على إيجاد حلول ملائمة في إطار مواكبة الجماعات الترابية للرفع من تفاءة هذه الموارد البشرية وتحفيزها للقيام بأدوارها بأدوارها على غير ما يتم العمل به في القطاعات المزارية أخرى وشكراً سيد وزير محترم نمر الآن التعقيبات والتعقيب الأول يعني الفريق الاستقالي الوحدة والتعادلية تفضل سيد نائي محترم شكراً سيد الرئيس سيد الوزير كنشكركم لها الجواب ديلكم لجموعة المواطنية التي تعطيتنا ولكن اليوم بغيت سيد وزير والكل يعلم أن دستور دي البلدنا أعطى مكان خاصة لجهات الجماعات الترابية وخصوصاً خصاصة باباً بأكمله لهذه الجهات الجماعات الترابية التي تساهم في تفعيل السياسة العامة دي البلدنا عندما نتكلم عن تفعيل السياسة بمعنى شريك أساسي ديالدولة من أجل تحقيق تنمية شمولية ولكن اليوم نتساءل أن أغلب الجماعات التشتاكي هناك غياب حاد من جموعة الأطر مدير المصالح إلى غير ذلك لذلك سيد الوزير أتمنى أن تعيد النظر في مسألة ديال هذه الخصاص والنقص الحاد الذي كان في هذه الأطر في الجماعات الترابية إضافة إلى هذه يجب العمل على التعزيز وتأهيل هذه الموارد البشرية للأسف نحن كجماعات ترابية نلاحظ أنه لا يوجد رؤية واضحة ديالتكوين ديالتكوين المستمر ديالتعزيز الكفاءات داخل الجماعات الترابية لذلك نتساءل كيف لهذه الجماعات أن تقوم بتفعيل سياسة القرب تقديم خدمات للمواطنين في غياب أطر عليا كفأة لتحقيق هذا المطلب لذلك نتمنى أن نغير من صورة نمطية للجماعات الترابية هناك جماعة جادة تعمل بجد يجب أن نساهم في تأزيز صورتها لدى المواطن الرئيلا شكرا سيد نائب محترم نمر إلى التعقيم والي فريق تجمع وطني الأحرار شكرا سيد نائب شكرا سيد الرئيس شكرا سيد الوزير على جوابكم وعلى معطيات التي تفضلت من ذكرها إن الهدف الرئيسي من طرح هذا السؤال يكمن في مدى الرغبة في تحقيق الحكامة الترابية من فهمها الحقيقي عبر بوابة العناية من موارد بشرية وتعزيزها وتحفيزها واختاعها لدورات تكوينية مستمرة في العديد من التخصصات فهي تشكل العمود الفقاري وأحدى الركائز الأساسية لممارسة الجماعة الترابية اختصاصية المتعددة وبالتالي فإن إرصاء توزيع عادل لها لمختلف مؤسسات ومدها بكل آليات الاشتغال وتحفيزها وتكريز حقوية ومكتباتها كلها عوامل من شأنها الإسهام في حسن تدبير المجال الترابي وإنجاح كل سياسات العمومية ذات البعد المحلي والإقليمي سيد الوزير أنتم تعلمون الدور الذي تقوم به جماعة الترابية باعتبارها إدارة القرب فعلاقة بالمواطنين هي علاقة يومية مستمرة وحيوية وتفرد علينا تقويتها وتقويت العاملين فيها عبر انفتاحهم على الطرق الحديثة وعالم التحول الرقمي غير أنه يلاحظ أن العديد من الجماعة الترابية تعرف خصاصا كبيرا من المواد البشرية المؤطرة في ارتفاع المحالين عن التقاعد نعم نشكركم سيد الوزير على فتح باب المباريات بخصوص الأطر العليا والتقنية ولكننا ننتظر أن تتح المباريات في وجه الإداريين والمحررين لأن الجماعات المحلية تعرف خصاصا كبيرا وخصوصا نلتمس منكم براس إمكانية فتح مراكز التكوير خاصة بالكتاب شكرا سيد نايم محترم تهل وقت نمر إلى تقيب مغالي لفريق الأصلة والمعاثرة لكم الكلمة سيد نايم محترم شكرا سيد الوزير للإجابة ديركم سيد الوزير الجماعات الترابية في حاجة مسى إلى العنصر البشر وهو الركيزة الأساسية لتطوير مهامها وتحقيق أهدافها لأنه يشكل النواة الصلبة في مشروع إصلاحي ويساهم في تطوير أداء الجهاز الإداري في ظل اختصاصات الواسعة الممنوحة لهذه الجماعة كما يجب ضخ دماء جديدة من موارد البشرية والعمل على تأهيدها وأخضاعها للتكوين والتكوين المصمم مع إدماج بإخوانهم القدمة الذين سيحالون على التقاعد قصد السفادة من تجاربهم وسقل مواهبهم سيد الوزير هناك مجهودات مبدولة للرقي بعمل الجماعة الترابية على كافة المستوى إلا أن هناك عمل إضافي يجب إقراره لمعالج ما يلي إعادة النظر في النظام الأساسي لموظف الجماعة الترابية لأنه أقل جذبية بالمقارنة بالوظائف الإدارية الأخرى إشكالية قلة الأطور المتخصصة عدم التناسب بين الشهادة المحصل عليها والوظائف المزاولة شكرا سيد نائم محترم انتهى الوقت نمر إلى تعقيب موالي لفريق تقدم والاشتراكية تفضل سيد نائم محترم سيد رئيس السيد الوزير اليوم الكل اللي يجمع على أن الأداء الجماعة المحلية اليوم تصبح هذه المستوى اللي لا تصور والكل اللي يعرف أن السبب يرجع لأن المباريات توضيفات للدارة في العهد السابق لم يكن توضيفات لك تختم مصلحة هذه الجماعات والكل اللي يجب أن تشهد سيد وزير الداخلي داخل اللجنة الداخلية ونشكره على هذه المسألة سيد الوزير اليوم اليوم سوف نكون لدينا ونحن منتخبين نحن كم منتخبين سوف نكون لدينا نساوي قديش بك صاحبي باركة لنا لكن مباريات كانت كيف أدخل تختم الجماعات المحلية مرحبا لكننا سنبقى بك صاحب لا نزيدوش اليوم جماعات المحلية لم يكن موظف اليوم السيد الوزير يجب أن يكون 12 موظف ويجب أن يدبر لنا 21 و30 مليار لذلك الصفقات لا يمكن اليوم السيد الوزير يجب أن نعطي القيمة المالية التي تريد أن يعيش بها يسكن لأي يقررون أولاد في مدارس حراء يسكن لأي يسكن لأي يجب أن يعيش هذه العيشة ويجب أن يعيش أخرى نحن لا نريد سيد الوزير نحن لا نريد أخيبات إضافية في الموضوع لا يبدو رد لكم سيد الوزير أشترا نسيد كيف تكلمون بصراحة نبدأ بالأخير أنا متفاق معك وأنا لم أكن تشرع ودعوا لي من غدا تدخل الناس 30 لإفضلها أنا مستعد لأنني لا يحتاجون من عندك الصح لا يستطيع أن نحن بإمكانهم أن نحن نعلم لا يجب أن يكون لهم لكن ما يريدون أن نفعله أنا لم أكن تشرع ودعوها بسم الله أنا متفق معك. هذه الأولى الثانية. الخصص الذي يتعين، أنا لا أرى الأعداد. يا راقم الكفلوكي 90 ألف واحد. الخصص الذي يتعين في النوعية. لا أرى الكم. اليوم، جميع جماعة الترابية محلولين مناصب مالية، المهندسين والأطباء والتقنية في الهندسة المدنية والإعلامية. هل ما؟ هل ما؟ هل ما؟ هل ما؟ هل ما؟ هل ما؟ لا أتفق معك. نحن نلقائهم أن نلقائهم حلولها. نحن نلقائهم حلول عمليات. ونحن نلقائهم حلولة. نحن نلقائهم حلولة. لأن الأشكالي من الضيجة من المدن الكبرى، الجامعة الظلامية لن تدخل الناس. ونحن نلقائهم ما يفعلنا. هذا ليس كامل. الأطباء، عمناها لنصف التضيجة. كل أطباء يحتاج المطبات. بقول الله ننص المليارة محلولين عند جميع جماعة ترابية والمكيش هو لواحد شكرا انتبه معنا سيد الوزير سليس أكثر من لازم شوفت وقت شكرا وشكرا لكم سيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة